أهلا بكم من جديد ننتقل الآن وإياكم إلى زميلنا محمود حمدان المشاكس والمغامر يعني محمود ما ترك لاشارد ولا واردة في إكسبو إلا ونقلها لنا ووزارها لكن اليوم عن ماذا سيتحدث يا ترى مهران اليوم ساندي سيعرفنا طبعا محمود على موضوع جديد في هذا المعرض وهو أكثر على تحف فنية تتواجد خلف الجناح الإماراتي وتأتي ضمن برنامج الفنون البصرية في طبعا الأماكن العامة نعم مهران أحد هذه الأعمال الفنية تحت عنوان نلعب بيت هذا العمل هو للمصممة الإماراتية عفراء الظاهري وهي تركز عادة في أعمالها على التراث الإماراتي مع وضعه في قوالب معاصرة كذلك إذن ننتقل إليك يا محمود تفضل محمود نعم تحية لكم زملاء بالستوديو وتحية لكم مشاهدين مجددا من إكسبو 2020 دبي هذا المكان الذي يجمع العالم ويستقطب المواهب أيضا نتعرف اليوم إلى أحد مكونات إكسبو الجمالية هو برنامج الفنون البصرية لإكسبو هذا البرنامج يستعرض مجموعة من التحف الفنية لمصممين موهوبين إحدى هذه التحف التي نراها الآن وهي في ظهر أو خلف جناح الإمارات بينه وبين الجناح الألماني هذه التحفة تحت عنوان نلعب بيت أو كما يسميها أهل الشام أو في مصر بيت بيوت وهي للفنانة الإماراتية من أبوظبي عفراء الظاهري عفراء اختارت أن تصنع هذه التحف من الرخام كما نراها هنا هي عبارة عن مجموعة من الوسائد كما كنا نلعب ونحن صغار بالوسائد ونصنع منها بيتا استوحت الفكرة من ما كنا نعبث به ونحن صغار ونستمتع لنصنع بيوتا صغيرة تستوعبنا بأحجامنا الصغيرة يعني هذا كما قلنا هذه التحفة المصنوعة من الرخام صنعتها عفراء الظاهري ضمن برنامج الفنون البصرية لإكسبو وطبعا هذه كما قلنا هي مصنوعة من الرخام صنعتها خصيصا لإكسبو 2020 دبي ووضعت في هذا المكان وأيضا برنامج الفنون البصرية في الأماكن العامة في إكسبو يضم مجموعة أخرى مختلفة من التحفة ولكن إذا تحدثنا تحديدا عن هذه التحفة يعني ربما نتكلم عن مجموعة من يعني هي منحوطة من مجموعة من المواد الرخامية تستخدم وحدة البناء فيها وهي التكية أو الوسادة يعني الوساد الأرضية التي تستخدم في البيوت في الإمارات استحضرت منها عفراء الظاهري هذه التحفة الفنية يعني لتعبر فيها عن مرحلة من مراحل الطفولة ولعبة كنا نلعب فيها ببساطة بالطفولة هي موجودة طبعا في كل مكان في العالم يعني كانت هذه إطلالة على إحدى مكونات برنامج الفنون البصرية الموزعة في إكسبو هذه إحداها وتستطيعون الدخول إلى موقع إكسبو على الإنترنت للتعرف إلى الخارطة التي تتوزع فيها هذه الأماكن من هنا من خلف الجناح الإماراتي في إكسبو 2020 دبي نأود إليكم مجددا إلى بسنو